أهلا بكم شهدت الجولة السابعة عشر من دور المحترفين لكرة القدم والتي اختتمت السبت نسبة تسجيل أهداف متوسطة مقارنة بالجولات السابقة أرقام وشذرات من هذه الجولة نستعرضها في هذا التقرير توجه رئيس الاتحاد الدولي للتنس ديفيد هاگرتي الفرقة الفائزة بالمراكز الأولى في بطولة غرب آسيا لمنتخبات الناشئين والناشئات تحت سن 12 عاما التي اختتمت السبت وأقيمت على ملاعب الاتحاد الأردني للتنس في مدينة الحسين للشباب بحضور رئيس الاتحاد الدولي للتنس ديفيد هاگرتي اختتمت بطولة غرب آسيا للناشئين والناشئات تحت سن 12 عاما للتنس المنافسات أقيمت على ملاعب الاتحاد الأردني للتنس في مدينة الحسين للشباب بمشاركة تسعة وثلاثين لاعب ولاعبة من ثمانية منتخبات مختلفة هي الأردن والبحرين وإيران والعراق والكويت واللبنان والسعودية وسوريا وتوج هاجرت المنتخبات الفائزة بالمراكز الأولى حيث حصد منتخب سوريا لقب فئة الناشئين بتغلبه في المبارات النهائية على المنتخب السعودي واحتل المنتخب العراقي المركز الثالث بعد فوزه على نظيره الإيراني نحن بالنسبة لأنها كانت بطولة مهمة جدا طلبنا من الاتحاد الآسيوي أن تكون عمان هي المدينة المستضيفة وبنشكر كمان الاتحاد الآسيوي على هذا الدعم أنه عطونا هذه البطولة طبعا هي بتصير مرة بالسنة بطولة تأهيلية لبطولة أكبر في آسيا شارك فيها 8 دول كان عندهم فرق أولاد وخمسة منهم كان عندهم فرق بنات والحمد لله عندنا اللعبة يصوفيا السعيد جابت المركز الأول من ناحية النتائج بمجموعة البنات كان تنظيم جيد شفنا الفرق كانوا لعب زين ماشاء الله أداء حسن فينا نشوف أبطال قادمة بإذن الله في العرب وخصيصا بنات البحرين كأول مشاركة أندر 12 فينا نشوف بطالات إن شاء الله قادمات كانوا في مباريات ربحوهم ومباريات أدوا فيهم وايد زين وإن شاء الله نشوف بخير المباراة الجاية بدورها توجت إيران بلقب فئة الناشئات وحلت لبنان في المركز الثاني وجاءت البحرين في المركز الثالث في منافسات جرت وفق نظام المجموعة الواحدة وتعد النسخة من هذه البطولة ناجحة تنظيمية حيث حقق الاتحاد الأردني هدفه من تنظيم هذه البطولة وهو أعطاء اللاعبين واللاعبات الصغار فرصة اللاعب على المستوى الدولي واكتساب الخبرات واللاعب ضد مدارس مختلفة في عالم التنس وصل مؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية فعلياته في مدينة العقبة برعاية الأمير عمر بن فيصل وبمشاركة قادة الرياضات الإلكترونية والمستثمرين والمبتكرين وصانعي سياسات في جميع أنحاء العالم بتنظيم من مجموعة آي بي ميديا بالتعاون مع قمة الألعاب الأردنية ومختبر الألعاب الأردني وكلاهما مبادرتان تابعتان لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية وأكد المتحدثون من مختلف أنحاء العقبة على ضرورة إنشاء منصة رائدة للشركات الاستراتيجية والاستثمارات وتبادل المعرفة من خلال الاستفادة من قطاع الرياضات الإلكترونية سريع التوسع بالإضافة إلى تشكيل مستقبل الرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها وأشار المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة طارق البيطار أن دور شركة زين بدعم قطاع الألعاب الإلكترونية والذي بدأته منذ أربعة أعوام عند تأسيسها لمركزها للرياضات الإلكترونية يتضمن ثلاث محاور أولها قطاع الألعاب الإلكترونية كإقامة البطولات بالإضافة إلى صناعة الألعاب الإلكترونية بالتعاون مع مطوري وصانعي الألعاب دور شركة زين بتضمن ثلاث محاور الألعاب الإلكترونية كبطولات وكاكتيبيتيز بالإضافة إلى صناعة الألعاب الإلكترونية بالتعاون مع الجيمينغ لاب وفي عنا القطاع المهم جداً اللي هو الدور الأكاديمي للألعاب الإلكترونية اللي عم نتعاون فيه بميس الورد فهذا المؤتمر من أهم المؤتمرات اللي صارت خلال هذا العام بدعم الألعاب الإلكترونية إن شاء الله إحنا بشركة زين مستمرين بدعم هذا القطاع ودعم الشباب لنخلق في رأس عمل أكثر ونوظفهم بهذا المجال الهدف من المؤتمر هو بداء توعية واجتماعية محلية شو معنى رياضات الإلكترونية بصناعة عم بتشكل 200 مليار دولار سنوياً إيرادات عالمية كيف لنا شبابنا يكونوا موجودين فيها متحدثين عالميين موجودين معنا اليوم بورش عمل عنا متسابقين أردنيين أبطال العالم في مسابقات في رياضات إلكترونية الهدف منهم يفرجوا الشباب إنهم ممكن يكون هاي مهنة ووسيلة لوظيفة اليوم عنا رؤية تحديث اقتصادي 20-33 جزء منها الصناعات الإبداعية وجزء منها تحقيق رياضات إلكترونية وصناعة ألعاب حسم أرسنال ديربي شمال لندن لصالحه بفوزه على توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف لهدفين اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخمسة والثلاثين من الدور الإنجليزي الممتاز وأتقدم أرسنال بثلاثية عن طريق إيميل هويبرغ وبوكايو ساكا وكاي هاورتس ليرد توتنهام عبر كريستيان روميرو وهيونغ مينسون وبهذه النتيجة احتفظ أرسنال بالصدارة مؤقتاً برصيد 80 نقطة فيما توقف رصيد لسبيرز عند 60 نقطة في المركز الخامس ترجمة نانسي قنقر